تلجأ قوة نظام إلى القصف الصاروخي والمدفعي على الأحياء التي يسيطر عليها الثوار لإجبارهم على ترك مواقعهم وبالرغم من كل هذا القصف تمكن الثوار من التقدم باتجاه باب جنين بعد السيطرة على ساحة العواميد وأجزاء كبيرة من سوق العتمة المعارك امتدت إلى مداخل حي الصاخور من جهة سليمان الحلبية تزامنا مع قصف مدفعي على الحي كما تمكن الثوار من صد محاولات قوات النظام اقتحام حي الأشرفية وبني زيد وفي الشيخ مقصود استهدف الثوار مراكز تجمع قوات النظام والشبيحة في مبنى الزراعة ميسلون وثكنة هنانو إحدى الجبهات التي تشهد معارك عنيفة بين الثوار وقوات النظام من أجل السيطرة عليها لأهميتها الاستراتيجية حيث تشكل البوابة الرئيسية لحلب القديمة في ريف حلب شنت طيران الحربي غارات على بلدة عنجارة ودارة عزة والشيخ سليمان وعندان ما أدى إلى نشوب حرائق كبيرة في الأراضي الزراعية في حين تستمر الاشتباكات عند جبل شوحنة وبلدة معارة الأرتيق بين الجيش الحر وقوات النظام التي تحاول اقتحام ريف حلب الشمالي مدعومة بقوات حزب الله اللبناني وقد كثف الجيش استهدافه لمطار منغ العسكرية في ريف حلب مؤكدا أنه بات يسيطر على مساحات واسعة منه